بدات استخدام نظام سوريا السلاح الكيميوي في ريف إدلب ضد المدنيين أجمع عدد من المشاركين في المؤتمر الوزري الدولي لدعم سوريا ودول الجوار والذي انطلق اليوم على إدانة استخدام هذا السلاح المحرم دوليا وطالب بتحقيق دولي حول المتزرة التي راح ضحيتها مئات المدنيين منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا مودغيريني قالت خلال كلمتها في المؤتمر إن على الدول المجاورة لسوريا القيام بواجبها تجاه النازحين واللاجئين أضفت موغيريني أن الانتقال السياسي هو الحل الوحيد لعودة السوريين إلى بلادهم وأكدت أن يعادة إعمار سوريا بحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولي